السؤال اللي بعد كده السؤال من نانو محمود بتقول لو سمحت يا دكتور ابني عنده فرط حركة فظيع برضو فرط حركة فظيع مع قلة تركيز حتى في التمرين مش مركز مع الكابتن ممكن اعمل ايه مع العلم انه مش بياكل كويس طيب انا انا بقول فين عمر الطفل يعني عمر الطفلة دي هو واضح انه بيتمرن فواضح انه كبير ما شاء الله برضو هرجع اقول من هو صاحب التشخيص مين اللي قال انه الطفل ده عنده فرط حركة فظيع هل حضرتك كأم ولا الاستاذ المدرب همش بتاريق والله انا بقول اقول الاستاذ المدرب ولا الطبيب ما هو كل واحد من دول له مشوار الحقيقة يعني يعني لو الام يالي بتشخص يعني هنقول لها يا ست الكل يعني التشخيص الانطباعي ده مش حاجة ما درسناش في كل الطب الحقيقة يعني وما ينفعش يبقى ما ينفعش حضرتك انطباعك يعني زي بالزبطة ما تقول يعني انا بني قليل ادب يعني ده انطباع كده او انا بني اصلي بيكسف ده انطباع في حاجات بقى في الطب بتوقف عند موضوع الانطباع انا ما في حاجات تانية لا خطيرة خطيرة زي ما اجي اقول لحضرتك كده او حضرتك اقول لك وشك اصفر انطباعي ده ده مصيبة سود فيهمتي قصدي ليه لانه ايه وظائف الكبد وايه تحليل صورة الدم بتاع حضرتك فيهمتي قصدي يعني ما ينفعش فيه احيانا كده لما نقول الطفل ده عنده فرطة حركة فضيع مين اللي قال انطباع حضرتك طيب هل في طبيب اكده لا المدرب هو اللي اكد المدرب لا المدرب يخليه في الرياضة بتاعته ممكن وارد جدا ان يكون الطفل مش حابب الرياضة ولا حابب المدرب ولا حابب الاتموسفير ده كله اللي انتي ممكن تكوني متصورة انك بتعمليه له حاج ويسي وممكن يكون الطفل فعلا عنده فرطة حركة مع تشتت الانتباع طب ما احنا نستبعد ليه طب نعرف منين يبقى نروح للدكتور مين التخصص المعني بهذا الامر وطب نفس الاطفال بس عشان نروح لطب نفس الاطفال بنروح الاول لطبيب الاطفال علشان ممكن طبيب الاطفال المحترم ممكن يقول لحضرتك يا فندم كل اللي حضرتك متصورة ده غلط وده تفسيره كذا وكذا وكذا انتي ايه ليه بتقولي انه هو عنده فرطة حركة اصله هو بيعمل وبيساو لا يا فندم وده تفسيره كذا وده تفسيره كذا ده تفسيره كذا وهكذا لو الدكتور بقى كمام بتاع الاطفال شك هتلاقيه من تلقاء نفسه عمل لحدك حاجة اسمها ريفير انه هو حولك الى تخصص طب بنفس الاطفال فهمتي قصدي انما هو اصله عنده فرطة حركة فضيع ومش مركز في التمرين لا مفيش حاجة اسمها كده